ايات بينات تلاها على مسامع الحضور الشيخ يخلب شراطي حفظه الله ايات بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة هيحصر الانسان ان لن نجمع عظامه بل يقادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق المصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ نين المثر كلا لا وزر الى ربك يومئذ مستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخبر بل الانسان على نفسه بصيره ولولقى معاذينه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتدعون ناخرة أجورهم يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة وأجورهم يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة منهم تمنى ثم كان علقة فخذق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر وذنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه الله